أفد مراسل العربي أن قصفاً مدفعياً إسرائيلياً استهدف بلدة ديرميماس جنوب لبنان وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض ستة صواريخ من لبنان في حين سقط 14 صاروخاً في مناطق مفتوحة في وقت سابق قال الجيش الإسرائيلي أن دبابة له هاجمت خلية في لبنان حاولت إطلاق صاروخ مضاد للدروع نحو إسرائيل مضيفاً أنه هاجم موقعاً لحزب الله كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة النقورة واللبونة ويرين والبستان جنوب لبنان للمزيد حول هذه التطورات ينضم إلينا أحمد جرادات من الجليل الأعلى استمعت أحمد جرادات إلى التفاصيل التي أوردناها الآن إن كان هناك أي إضافات لديك أو أي تطورات في الوضع نعم رولا هناك تصريحات لافة قبل قليل من عضو كابنت الحرب بين جانس ووزير الأمن السابق قال لأول مرة مسؤول إسرائيل يتحدث عن أن إسرائيل تقاتل على الجبهة الشمالية من الناحية الدفاعية والهجومية أيضاً في السابق كانوا يركزون على أن هذه الجبهة هي جبهة دفاعية ولكن جانس قال لأول مرة بأنها دفاعية وهجومية ويتم الهجوم في العمق وهو يقصد عن الأهداف التي يتم ضربها في الأيام الماضية في عمق الجنوب اللبناني ووعد سكان الشمال تحديداً بأنهم سيعيشون في أمان بمعنى ربما هو تلميح إسرائيلي من قبل هذا العضو في كابنت الحرب إلى ضرورة إنهاء هذه الأزمة لسكان المناطق الشمالية لا سيما وأنهم في الأيام الأخيرة يتحدثون كثيراً ويرفضون العودة إلى مسكنهم إذا لم تجد إسرائيل حلاً لهذه الأزمة والخطر الذي يقولون بأنه قادم من حزب الله قال أنت أيضاً وزير الأمن الإسرائيلي قبل قليل تطرق إلى الحدود الشمالية في كلمته وتصريحاته الأخيرة ولكن قال وأعاد نفس التصريحات بأن إسرائيل في هذه الفترة ليست معنية في أي مواجهة مع حزب الله وكرر تهديدات إسرائيل لحزب الله في حال توجه أو فتح هذه الجبهة بأن إسرائيل ستدمر لبنان ولكن عندما سئل صراحة من أحد الصحفيين الإسرائيليين عن مخاوف الإسرائيليين في هذه المنطقة من قوة الرضوان وهي قوة خاصة تابعة لحزب الله وفي الأيام الأخيرة كثر الحديث عنها في الإعلام الإسرائيلي على أنها تتواجد حالياً على الحدود مع لبنان قال بشكل واضح بأن كل شيء في وقته سيتم العمل عليه ورفض التعقيب على هذه الادعاءات من الإسرائيليين بأن قوة الرضوان تتواجد على الحدود الشمالية لذلك هناك اهتمام إسرائيلي من المسؤولين الإسرائيليين في كل مؤتمر صحفي في الأيام الأخيرة للحديث والتطرق إلى الجبهة الشمالية وكما قلت لأول مرة مسؤول إسرائيلي منذ بدء هذه الأزمة على الحدود الشمالية يقول صراحة أنهم يدافعون ويهاجمون على الحدود الشمالية وهذا ما يفسر أنه في الأيام الأخيرة نشهد ضربات في العمق توسيع للضربات الإسرائيلية حتى أن إسرائيل منذ ساعات الصباح الباكر هي من بادرت على قصف لبنان وقصف بنية تحتية قالت بأنها تابعة لحزب الله وفي السابق في الأيام الماضية كنا نرى أن إسرائيل تقوم بالرد فقط على مصدر النيران أو تقصف جنوب لبنان فقط عندما يتم إطلاق أي قذائف أو صواريخ مضادة من الجنوب اللبناني باتجاه إسرائيل ما يشي بإمكانية تغيير الاستراتيجية الإسرائيلية في هذه الفترة وتوجهها إلى توسيع الضربات تحديدا واستغلال هذه الفترة في محاولة من إسرائيل لإقاع أكبر قدر ممكن للخسائر في صفوف حزب الله وأيضا للقول الإسرائيليين بأنهم يعملون على الحدود الشمالية حتى وإن لم يتم التوجه إلى حملة إسرائيلية واسعة على الحدود الشمالية أو توجيه ضربة استباقية لحزب الله سئل جالنت أيضا عن الأنباء التي تحدثت في بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عن أنه طرح ضربة استباقية لحزب الله ولكن رفض الإجابة عن ذلك وقال بأنه بعد الحرب سيتم الحديث عن كل شيء بالتفصيل ورفض التعقيب على هذا الموضوع في الأيام الأخيرة رولس حقيقة نستمع إلى تصريحات المسؤولين الإسرائيليين هناك بعض الرسائل التي يرسلونها إلى لبنان وأيضا رسائل داخلية إلى الإسرائيليين بمعنى مستشار الأمن القومي عندما قال قبل أيام أن إسرائيل بعد الانتهاء من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ستستخلص العبر وستتوجه إلى الحدود الشمالية إلى لبنان هذا يعني أن هناك نية إسرائيلية ربما لحرب عندما يتم الانتهاء من قطاع غزة فتح هذه الجبهة لأن إسرائيل في هذه الفترة تفضل القتال على كل جبهة على حدة وعدم فتح أكثر من جبهة لذلك على ما يبدو أن هناك نية إسرائيلية في حال نجحت بتحقيق أهدافها في قطاع غزة التوجه إلى الحدود الشمالية أيضا عندما قال جلنت مساء هذا اليوم أنه يعد الإسرائيليين بالعودة إلى منازلهم والعيش بأمان هذا يعني أن إسرائيل بدأت تفكر جديا بعملية عسكرية على الحدود الشمالية وإن كانت لا تتحدث عن ذلك صراحة ولكن نقرأ من بين هذه السطور أنها بالفعل تخطط لضربة قد تكون في الأشهر المقبلة أو في السنوات المقبلة ولكن هناك ضغط إسرائيلي من الإسرائيليين وضغط أيضا على هذه الحكومة حكومة الحرب وكابنت الحرب لحل كافة الأزمات الأمنية وأيضا هناك تأييد من الإسرائيليين في هذه الفترة نظرا لأنهم يقولون بأنهم دفعوا فاتورة كبيرة من القتلى وعليه ربما يستحملون مزيدا من القتال لعدة أشهر وإن طال هذا القتال ولكن في النهاية ربما يصلون إلى حل لهذه الأزمات الأمنية التي يعانون منها منذ سنوات ولا يبدو أنها حتى هذه اللحظة قادرة إسرائيل على التعامل معها شكرا لك أحمد جرادات من الجليل الأعلى